نواصل مع حلول تمارين الكتاب مدرسي ومعنا التمرين يحل بعدة طرق منها انشئتم طريقة اعمال نفسك ميت كانت طريقة اسمها اعمال نفسك ميت كيفاشندير في كل حالة من الحالات المقترحة ادنى حل المعادلة الصفرية ثم استنتج تحليلها اولا كلها من الدرجة الثانية ملاحظة مهمة حل معادلة من الدرجة الثانية شخصيا وجدت حوالي اثنى عشر طريقة لحل معادلات من الدرجة الثانية كان افكار كثيرة جدا بالنسبة للثمانينة اليوم نقدر نحل له بزوج طرق طريقة مجموع وجداء الجدرين حليتوا بها وطريقة المميز نحسب المميز والحال الأول والحال الثاني بالنسبة لكلمة التحليل قصدهم A في X نقص X1 في X نقص X2 نحوس نربط التلميذ مع الكتاب قصدهم الصفحة 42 A في X نقص X1 في X نقص X2 نبدأ في المعادلة الأولى 1 نقص 32 هذه الاثنان هي الجداء والثلاثة هو المجموع نقص 3 برك أعطيني عددين مجموعهم ثلاثة وجداءهم اثنان الواحد والاثنان سهلا ما أنسى X نقص واحد في X نقص اثنان هذا والتحليل والآه يسوي الواحد هنا هذي طريقة مجموع وجداء الجدرين كنا حزبوب دلتا نقاو دلتا واحد ونلقاو واحد والاثنين ونلقاو نفس النتيجة نزيد الجداء اثنين على ثلاثة هذا هو الجداء C على A وخمسة على ثلاثة والنقص ما ندروهاش أعطيني عددين الجداء هم اثنان على ثلاثة ومجموعهم خمسة على ثلاثة فالحق هنا كينا فكرة ما هي الفكرة اللي كينا كينا اثنان زائد ثلاثة خمسة تكون الواحد هنايا أنا زادوني ألقاو هنايا زادوني ألقاوها ثلاثة زائد خمسة ثمانية تكون الواحد هذي هاي فكرة تقدر تستفاد منها ربما تكون صعبة باش تلقى X واحد X اثنين كينا مهارة إذا كانت إثنى زائد ثلاثة هي العدد الآخر ثلاثة زائد خمسة هي العدد الآخر العددين هم هذا وهذا إذا ما كنتش تعرف هذه عادي ستعمل مميز تلقى واحد الحل الأول الحل الثاني A في X نقص X واحد في X نقص X اثنين زيدي شوف الأخرى هذه هذه المجموع والجداء هذه ثلاثة على نقص تسعة واثنين على نقص تسعة هنا ربما تقول لي صعبة باش نعرف باللي العددين هذو هما ما عليهش صعبة تدير طريقة المميز بالنسبة لينا الحلين هما واحد على ثلاثة واثنين على ثلاثة X نقص الحل الأول X نقص الحل الثاني والA اللي هو هذا تلقى نفس النتيجة لو ادي المميز هاي وراها تلقى نفس النتيجة ثلاثة نزيد نعلق على هذية لتحتها هذه ثمانية على نقص خمسة وتنحي النقص نقص ثلاثة على نقص خمسة والعددين قلنا ثلاثة زائد خمسة ثمانية معانت ثلاثة على خمسة والواحد معانت ثلاثة على خمسة معانت X نقص هذا في X نقص هذا جرتك صعبة هذي الطريقة وروح للطريقة هذي ثلاثة على خمسة ومميز تلقاه ربعة ثلاثة على خمسة واحد نفس النتيجة الاخيرة تجيك صعبة وكاش مشكلة حبيت تدير لاحظ أن هذا زائد هذا هو هذا وهذا في هذا هو هذا وتكون A في X نقص X واحد في X نقص X2 جرتك صعبة الطريقة هذي اروح لهذي مميز عادي حل الأول حل الثاني X نقص الحل الأول X نقص الحل الثاني الفكرة التاعي ما هي فكرتي في اعمل نفسك ميت وش قصدي هل تعرف أن الحاسبة هذه تعطيك الحلول اللمسة الأولى مود لاختيار الأول خمسة لاختيار الثاني الحل الأول حل الثاني تختار العملية معادلات من الدرجة الثانية الحل الأول الحل الثاني الحاسبة تسلح بها هي سلاح أحد الأسلحة تبع معي وش قلت قلت الطريقة الأولى بالحاسبة والطريقة الثانية بمجموع وجدأ جذرين يعني حلي تمكل ها مرة مقدامك مجموع جذرين حلي تمكل في خمسة ها مرة والطريقة الثالثة بمميز ها مميز ها مميز حلي تمكل ها مقدامك سحشوف طريقة العملية هي رقم أربعة طريقة أعمل نفسك ميت نتعلم كل الطرق ونتفاعل مع المعطيات التي أمامنا وندمجهم خلال العمل نبحث عن حل بالطريقة الثالثة ونها الطريقة الثالثة بمميز طريقة الثالثة بمميز نبحث عن حل بطريقة مميز عادي ثم نواصل بإثنين مثلا هنا مميز لقيت بالمميز لقيت واحد واثنين ونروح ندير واحد في اثنين الجداء واحد في اثنين يسوي اثنين ما كانش تناقض واحد زائد اثنين يسوي ثلاثة ما كانش تناقض سمى وجدرت درت بالمميز خدمت بالمميز وتحققت بمجموع وجداء جدرين لم ألغي هذه الطريقة لم أستثنيها ولكن لم أعمل بها مئة بالمئة ثم نواصل بالثانية وأخيرا نتحقق بالوحد تكتكمل كلش عاود روح الالة الحاسبة عاود روح الالة الحاسبة مدل هذه المعادلة تعتقد الحلول إذا نلخص أخدم بالمميز وتحقق بمجموع والجداء ثم اطمئن بالحاسبة ما كانش طريقة واحدة أنا قلتك شخصيا عندي بحث في 12 طريقة كان أفكار كثيرة المهم كل الطرق تؤدي إلى الحلين هادو ما وشاني حاب نقوله ليس لديك عذر لتخطأ في الحساب هادو أكل باش نقول لك ممنوع الخطأ هامش الخطأ يساوي السفر ما دام عمل مثل هذا يتحل ب 12 طريقة ما هوش مسموح لك باش تخطأ في الحلين واحد واثنين لازم تلقاهم كل الطرق تؤدي إلى روما هنا نقوله كل الطرق تؤدي إلى هذين الحلين ألقاهم كما حبيت كان أفكار كثيرة كان أفكار كثيرة والتمرين رانا نحلو فيهم الفيديوات رانا نقوله في الأفكار لكل مقام ما قال هذا ما أردت قوله في حل التمرين 33